السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون النص المسترسل الموسيقي المبدع سنقوم بالإجابة على أسئلة الجزء الرابع أتذكر أعرف أصدقائي بالعرض الفني الذي قدمه علي أفندي والفتاتان للمتفرجين في المقطع الثالث العرض الفني الذي قدمه علي أفندي والفتاتان هو المصرح الغنائي وهو عبارة عن عرض مصرحي يتخلله عدد من الأغاني والأناشيد وتصاحبه الموسيقى والغناء والرقص أفهم السؤال الأول لماذا لم يستوفي السارد مشاهدة جميع برنامج الصهرة؟ لم يستوفي السارد مشاهدة جميع برنامج الصهرة لأنه دهب إلى الرضهة ينتظر خروج علي أفندي السؤال الثالث كيف خرج علي أفندي والفتاتان من الباب المخصص لخروج الممثلين؟ خرج علي أفندي والفتاتان من الباب يتأد في مشيته متأبثا فتاتيه السؤال الثالث وما الصورة التي بدوا عليها؟ الصورة التي بدوا عليها علي أفندي على محياه مسحة زهو واعتزاز الفتاتان تسايران الرجل في مراح رفيق السؤال الرابع وبما استقبلهم المتفرجون وهم يغادرون المسرح؟ استقبلهم المتفرجون وهم يغادرون المسرح بالتحية وهتافات الإعجاب والتصفيق السؤال الخامس ما الذي جرى بين السارد وعلي أفندي أثناء التقائهما بعد غيبة طويلة؟ أثناء التقاء السارد وعلي أفندي بعد غيبة طويلة لم يتعرف عليه من النظرة الأولى ألقى عليه السارد التحية فردها علي أفندي بتحية مهدبة وجرى بينهما حوار قصير أحلل السؤال الأول أحدد محور القصة في أحد العناصر الأتية محور القصة علي أفندي الفنان السؤال الثاني أبين العلاقة التي تربط بين علي أفندي وفتاتيه بين علي أفندي والسارد بين علي أفندي والمتفرجين العلاقة التي تربط بين علي أفندي وفتاتيه علاقة قرابة علاقة حب العلاقة التي تربط بين علي أفندي والسارد علاقة صداقة العلاقة التي تربط بين علي أفندي والمتفرجين علاقة احترام علاقة تقدير السؤال الثالث أختار الجواب الصحيح فيما يأتي السارد شاهد على الأحداث أركب وأقوم السؤال الأول أعيد كتابة الحكاية بأسلوب خاص في ثمانية أسطر ابتدع النادي التقافي في القاهرة إحياء حفلات صاهرة وكنت أحرص على الحضور كلما سنحت للفرصة فالحفلات يحييها أشخاص هواة شغفهم الفن في يوم حضرت لأمسية جميلة وبقيت أتابع المشاهد حتى صعد خشبة المصرح صديق لي في المدرسة الابتدائية علي أفندي وكيف أنساه كان شخصا موهوبا في الغناء والتأليف والتلحين شخصية ضريفة ومرحة يحتضن عودا ومعه صبيتان كأنهما ذو أمان بدى علي أفندي العزف والغناء بصوته العدب بعد انقضاء المشهد استحسن الجمهور أداء الفرقة وتجاوب معه بالتصفيق فقررت عدم متابعة برنامج الصهرة وذهبت إلى الرضهة أنتظر علي أفندي لم يتعرف علي من النظرة الأولى فتقدمت نحوه وألقيت عليه التحية وقدمت له نفسي فدار بيننا حوار قصير السؤال الثاني ما الدليل على أن الحفلة تنتمي إلى المصرح الشعبي؟ الدليل على أن الحفلة تنتمي إلى المصرح الشعبي كأن المتفرجين أبناء أسرة واحدة رغم اختلافهم الإجتماعي والفكري الممثلون الهوات خال المكان الذي يحجب الرجل عني السؤال الثالث أطلق أحد الأزماء الآتية على هذا النوع من المصرح الذي قدمه النص مصرح الهوات السؤال الرابع أبين دور المصرح في تنمية شخصية الطفل يساعد المصرح الطفل على تطوير شخصيته وحواسه بشكل أكبر وأسرع فالطفل يعمل كل ما بوسعه لكي يكون يقضا ومنتبها أثناء العرض المصرحي وهو ما يحفز لديه حاسة البصر والسمع إذ يستطيع من خلالهما أن يتفاهم ويتواصل مع الشخصيات المشاركة أو مع الجمهور وعندما يمارس الطفل المصرح فإنه يساعده في إثراء قاموس الطفل اللغوي وينمي لديه الذوق الفني كما أنه يكسب الطفل التقث بالنفس ومواجهة الآخر ويعزز قدرته على الصبر وتحمل الصعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر